اشتركوا في القناة وقد نقل معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة تعازية ومواساة فخامة الرئيس رامنا ثكوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله كما قدم معاليه تعازيه الخالصة بوفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على تميز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة والتي تشهد تناميا متواصلا على كافة الأصعدة عكستها الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات مثمنا التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين فيما يتعلق بجهود التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ونوه سموه بما تليه المملكة من اهتمام وحرص على مواصلة تطوير التعاون مع جمهورية الهند الصديقة في كافة المجالات وضرورة تعزيز أطر التنسيق المشترك بما يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين مشيرا سموه إلى الإسهامات التي تقوم بها الجالية الهندية في مملكة البحرين في عملية التنمية والتي هي محل تقدير من المملكة وأهمية فتح مجالات أوسع بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية والاستثمارية التي تعود بالنفع والنماء وتلبي التطلعات المنشودة كما جرى خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جنبه أعرب معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص واهتمام لتوطيد العلاقات البحرينية الهندية نحو أفق أرحب من التعاون الثنائي متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر